واشيقوا لأخونا الظهبط السلام عليكم ورحمة الله هزة قوية جدا تعرض لها الحرص الجمهوري بعدما قام أحد الأفراد بأخذ سلح كلاشينكوف الذي كان يستعمل أثناء تادية مهام الخفارة يعني كان حرص ليقوم بإخراجه خفية خارج ثكنة ويتوجه إلى بن شعبان بن شعبان كما قلت هذه بلدة ما بين بوفاريك والعاصمة قاصدا بيت من كان معها في علاقة ليقوم بقتلها وقتل أختها قبل أن يجهز على نفسه هو أيضا هذا الحادث نتيجة هذا للسنتاج تعخونا الظابط هذا هذا الحادث نتيجة طبيعية لضغطات رهيب يعيشها أفراد الحرص الجمهوري داخل وخارج الثكنات فداخليا الأوضاع متردية جدا بسبب غياب تام وكارث القيادة التي يرأسها عجوز هرم لا يحرك ساكنا ولا يسكن ولا يسكن متحركا فهذا الشخص بمثابة شبح على رأس القيادة فلا تفتيشات يقوم بها ولا الزيارات للوحدات والأقسام والمصالح ولا لقاءات مع الأفراد ولا تقرب منهم إن الكثيرين يوم في الحرص الجمهوري والأمن الرئاسي يجمعون على أن حقبة بن علي هي أسوأ مرحلة مر بها هذان السلاحان وهذا السلاح وهذه المديرية ذلك أن الرجل الذي يقود الحرص الجمهوري والأمن الرئاسي منذ أكثر من ثمان سنوات لم يغير مثقال ظرة في الأوضاع البائسة منذ تقلده الزمام الأمور كما أن جل اهتمامه هو نفسه وأولاده وأحفاده ومقربه مع السعي دائما من أجل المزيد من النهب تحدث على بن علي بن علي لأنه يعلم الفريق الأول بن علي بن علي بالمناسبة ابن 92 عام لأنه يعلم جيدا أنه لم يعد قادرا على مواجهة غريم شنغريحة الذي يتربص به كل طرق التربص ذلك فهو يسعى لتحصيل ما يمكن تحصيله في الربع الأخير من حياة المهنية والدنيوية زيادتنا على ذلك اليوم هذا الشخص أصبح لا يثق في أي حد منذ مغادرة بن حليلو أي الجنرال بن حليلو الذي كان رئيس مكتبه لأنه بن علي يعلم أن بن حليلو كان يكفيه ثقل وعبء السلاح بأكمله لذلك فمنذ مغادرة تقينته يقن بن علي بأن الدور قادم عليه لا محالة رسالة من عن ضابط كبير في الأمن الرئاسي لا بحاج جمهوري يقول فيها هذا الكلام مما يعطينا الصورة أولا يخبرني بها بهذه الجريمة البشعة وبالمناسبة الجرائم هذه رأي تحدث الآن بشكل كبير جدا داخل الشرطة داخل الدرك داخل حرش الجمهوري داخل المخابرات رأي تحدث بشكل عادي جدا أحيانا يقتلون بعضهم البعض أحيانا ينتحرون أحيانا يقتلون زوجة أو مرأة يعفوها أو شخص يختلفون معه أو أي شيء حالة من التفتت نابعة من الترخل من الرداءة التي عمت وطمت في البلاد كلها بؤس حقيقي هذا اللي يرأس شنغريحة اليوم عمره 78 عام رسميا بن علي بن علي عمره 92 عام أو أكثر 80% من الجنرالات الذين لديهم مناصب عليا وتدخل في السياسة تجاوزوا الـ 75 عام في هذا الوقت كان فيه خبر اليوم قبل شهرين أو ثلاثة استقال قائد الجيش البريطاني لما سألوا الصحفي قالوا ما زلت صغير يعني 65 سنة وتستقيل كيف تستقيل؟ قالوا لا قالوا أنا درت لي عليها ولازم نروح ونخلي مكاني لآخرين لازم جدوا الدماء هذا عمره 65 عام في بلاد معدل السن فيها أكثر بكثير من الجزائر اليوم نفس الشيء الأخبار تحدثت على أن قائد الجيوش الأمريكية قائد الجيوش الأمريكية ترك منصب ورحل خلينا نشوف أسمو بل نلقى هنا أسمو نعطي لكم أسمو ولماذا ترك أسمو ورحل هذا قائد الجيوش الأمريكية المفروض أنه مفروض رأي يأخذ حروب وراه يدير هذا الجيش وتعقيداته وكان يروحه وما تمشيش الأمور إلى آخرين إلى آخرين إلى آخرين لكن هذه الشعوب والدول التي تذهب بعيدا في قانون بالنسبة للعسكريين لا يعقل أن تكون قائد أركان منصب تنفيذي يحتاج تحركات يحتاج عمل عقلي وعمل جسدي وتنقلات والطلاع دائم وأنت منتهي عجوز مترهل تنام في الشنغريحة ينام في الاجتماعات ويخرج أصوات لا ركم الله ولا يجرؤ أحد على إيقاظه شكوين ينوضه شكوين يقدر يقوله نوضى نوضى فلن ركم اجتماع أقرب الجنرالات إليه لا يجرؤ أن ينوضه هو يشخر بكل أسف وألم وكثير ما يقطع الاجتماعات لأنه مريض ويخرج يقوله مكملوا أحدكم أنا أنا رايح وكوارث قائد الجيوش الأمريكية يرحل عن منصبه ويجي بدل واحد عمره 61 عام وسيقضي أربع سنوات وسيرحل وقبله قائد الجيوش البريطانية قبل أشهر ترك المنصب ورحل وقال خلاص يجب أن يجي دم جديد هذا مش وزير مش مستشار أه لا لي 100 وزير ممكن 70 72 حتى 75 سنة أو رئيس حتى ممكن لأنه عنده تبون دير حكومة تقع داخل المرادية لكن المناصب التنفيذية خاصة في الجيش مناصب عليا أو جنرالات في الجيش أمورهم كثير من 75 سنة وبعضهم كثير من 80 سنة أو قارب 80 وبعضهم حتى كثير من 90 هذا جنون هذا عبث هذا انهيار لكل شيء خاصة أنهم حكام البلاد مافيا عسكرية حقيقة ومخابرات إرهابية بحق وواجهة مدنية ذليلة ورديئة وفاشلة ويستمر بالضياء يجب على الشعب الجزائري أن ينتفذ على هؤلاء رح لي واحد سؤال قال لو كان ينتفذ الشعب تنهار البلاد وقلت له ولو كان ما ينتفذ الشعب ما ركشوف الانهيار ألا ترى الانهيار هو انهيار حتمي هاي الناس تشوفوا بعينها عندما ينتفذ الشعب في احتمال كبير أن ينقض البلاد أقول احتمال كبير يرجع إلى ما يجب عملوش كون لي يتحركوش كون لي يديروها المرحلة كيف تكون أشياء كثيرة جدا الشعب كيف يتحرك كيف يتحكم في الأوضاع ففي احتمال كبير أن ينقض البلاد عندما لا يتحرك الشعب وتستمر هذه المهازل وهذه الكوارث ففيه يقين أن البلاد رهي منهار وعلى أبواب أن تنهار أكثر لقد ترى الله